على العموم في كتاب نزلت أنا على الانترنت اسمه مخطط حياتي فتقدر تنزل فيه عام 45 بالكامل وكيف تضع الأهداف وكيف تستفيد من السنة الهجرية الجديدة إذا فيه سؤال استفسار تنظره طي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وبرك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي بله وحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان بعض هذه الأمة سوف يعبد الأوثان ثم ذكر آيات وذكر حديث تدل على أن بعض هذه الأمة سوف يعبد الأوثان من قبور وغيرها فقال رحمه الله وقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وضع هذا الشيخ وضع هذا الباب لأن هناك من يقول أن هذه الأمة لن تشرك بالله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن في حديث إن الشيطان عيسى أن يعبد بتزيرة العرب فقالوا إذن لن يشرك بالله سبحانه وتعالى في هذه الأمة لن تشرك بالله سبحانه وتعالى فهو يرد على هذا الاعتقاد يرد على هذا الاعتقاد قال ما جاء أن بعض هذه الأمة سوف يعبد الأوثان ثم ذكر هذه الآية وقلنا الأوثان جمع وثن وهو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى قال تعالى ألم ترى فالاستفهام للتقرير والخطاب قد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فأنت أيها المخاطب ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبك فهو يخاطبك ويقول انتبه إلى هؤلاء وانظر إلى هؤلاء إلى الذين أوتوا أي أعطوا قال ما قال الكتاب قال نصيبا من الكتاب أي جزءا من علم الكتاب جزءا من علم الكتاب وتكملت هذه الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا الذين أوتوا الكتاب يقولون لأهل الشرك يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا قالوا نزلت هذه في كعبر الأشرف ذهب إلى مكة يهودي من اليهود ذهب أحد أحبار اليهود ذهب إلى مكة وكان صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة فعندما رأوا كعبر الأشرف من الأحبار ومن العلماء ومن اليهود ومن أهل الكتاب سألوا أهو على حق على خير أم نحن على من الذي على خير وعلى حق فقال هذا كعبر الأشرف لأهل مكة قال أنتم على خير وأنتم أفضل منهم قال هؤلاء أي أهل مكة أهدا من الذين آمنوا سبيلا لذلك أتوا نصيبا من الكتاب قال يؤمنون بالجبت والطاغوت والجبت قالوا هو السهر وقالوا هو هعام في كل ما يعبد أو كل ما يعصى به الله سبحانه وتعالى من كهانة أو سهر أو صنم أو ما إلى ذلك والطاغوت تكلمنا في الطاغوت وقلنا الطاغوت هو من طغى أي تجاوز الحد فتجاوز الحد من معبود مثل الآلهة وكذلك المتبوع قلنا من الأحبار اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله هذا طغى في الاتباع وكذلك المطاع قلنا في الطاعة يطى في الطاعة أنه يطى في طاعة الأمراء والملوك ويعصى الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت هذه الآية الثانية قال هل أنبئكم وهنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك أي بشر من هؤلاء قال مثوبة ما معنى مثوبة أي جزاء خير أو شر بعض الناس يعتقدون مثوبة أي جزاء خير وهي لا جزاء قد يكون خير وقد يكون شر هذا معناه مثوبة فقال مثوبة عند الله أي جزاء عند الله سبحانه وتعالى من لعنه الله واللعن هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة أي جزاء عند الله من لعنه الله من لعنه الله وغضب عليه وقلن في صفة الغضب أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الغضب سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير لهم عاصوا يوم السبت لعن الله الذي كفرهم بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وقال في آية قال كونوا قردة خاسئين طيب لما نقول الآن هم أبناء القردة والخنازير هل القردة توالدوا أم لم يتوالدوا نعم لا يتوالدوا الله عز وجل قال لم كونوا قردة فلم يتوالدوا هذا هو الصحيح ثم قال الآية الثالثة قال قال الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداء وهذه الآية من سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف هؤلاء الفتية الذين آمنوا وخافوا على دينهم وأن يرتدوا فلذلك خافوا من هذا الملك فذهبوا إلى هذا الغار والله سبحانه وتعالى يعني قصتهم عجيبة لذلك يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم نائمين أكثر من ثلاثمائة أكثر من ثلاثمائة سنة قال الله سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيتنا عجبة كانوا من آيتنا عجبة أي هذه الآية عجيبة هذه معناتها لكنها ليست أعجب في آياتنا ليست هي أعجب هناك أعجب من هذه الآية خلق السماوات وأرض أعجب من هذه الآية هذه الآية عجيبة إن الله سبحانه وتعالى يجعلهم في مكانهم مئات من السنين لكن هذه ليست هي أعجب آية فهناك آيات أكثر عجباً من هذه الآية قال يعني هل حسبت أن هذه هي عجيبة هي عجيبة لكن هناك أعجب منها الشاهد لنتخذن عليهم مسجداء الأمم السابقة كانت تأخذ الأولياء والصالحين لنا بعد ما ماتوا فقالوا لنتخذن عليهم مسجداء واختلبوا لنتخذ عليهم مسجد ولا ندفنهم ولا ما نذا نفعل بهم قال الذين غالبوا من هم الذين غالبوا؟ أصحاب الملك أو الأمير ومن معه رأيهم هو المسجد رأي الملك أو الأمير هو المسجد أننا نبني عليهم مسجداء لذلك هذا من الأمم السابقة إذا عندهم رجل صالح أو عندهم يعملون له المسجد فلذلك قال المصنف رحمه الله ما جاء أن بعض هذه الأمم يعبد الأوثان مثل الأمم السابقة ثم ذكر آية ثم ذكر حديث قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله الصحابة اليهود والنصارى قال فمن أخرجوا الإمام المسلم أخرجوا البخاري ومسلم لتتبعون هذا للتأكيد يعني أكيد سوف تتبعون هذه الأمم سنن طبعا المقصود به سنن اللي لها علاقة بالعباد وبذا ركبوا سيارة ركبنا سيارة تبعناهم ركبوا طيارة ركبنا طيارة تبعناهم ليس هذا المقصود ليس هذا هو المقصود لما المقصود في العبادة مقصود في العبادة لتتبعنا سننا من كان قبلكم أي في العبادة والسنن هي الطرائق في العبادة مثل عبادة القبور عندهم عبادة القبور فجاءت إلى هذه الأمة الغلو في الصالحين كان عندهم فأصبحت في هذه الأمة دعاء غير الله سبحانه وتعالى يدعون المسيح يدعون مريم يدعون فجاء هذا في هذه الأمة يدعون لغير الله يدعون أصحاب القبور بناء المساجد على القبور عندهم وأصبحت عند بعض المسلمين يصفون الله سبحانه وتعالى بالنقص والعياد بالله قالوا يدعون الله مغنولة وبعض المسلمين يفعلون هذا الأمر يأكلون السحد والرشاوي هناك من يفعل من هذه الأمة أكلوا الربا وكذلك بعض هذه الأمة التحايل على مخارم الله وعلى حدود الله ومن يفعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون إقرار يقر أن هذا الأمر سوف يكون ولا تحذير تحذير يحذر لا تتبعون أي لا تتبعون هذا هو المقصود يحذر سبحانه وتعالى ليس يقر يقول خلاص يقينا سوف نتبع طيب هل الأمة جميع الأمة سوف تتبع لا ليس بعض الأمة طيب هل سوف يتبعون هذه الأمة في كل شيء ولا بعض الشيء بعض الشيء إذن سوف تتبع بعض الأمة الأمة السابقة في بعض الأشياء هذا هو المقصود قال حذوة الحذوة هي المحاذاة والقذة هو ريش السهم ريش السهم كيف أنه أرى بعض ومرتق والقذة هي ريشة السهم ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني لو دخلوا جحر والمقصود به يعني أنه جحر ضيق وصغير طيب لو دخلوا جحر فيل ولا جحر من باب أولى أنه جحر لا هو قال لو يعني في هذه المتابعة مشقة عليك من حبك لهم ومن تقليدك لهم سوف تفعل هذا الأمر يعني قال لو جحر رب يعني مكان ضيق أو أنت بتتبعهم في عليك مشقة سوف تفعل هذا الأمر قالوا اليهود والنصارى الصحابة يعني من رسول الله سلم قال فمن إذن إذا من اليهود والنصارى فمن إذن قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسانة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني قد قضيت قضاء فإنه لا يرد فإن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسانة عامة وأن لأسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو استمع عليهم بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى سوى له الأرض وملك هذه الأمة سيبلغ ما زوية لو صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه كنوز الأرض فسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يهلك هذه الأمة بسنة يعني بزلجال أو بفقر أو بقحط أو كذا فأعطاه الله سبحانه وتعالى قال وأن لا يهلك من عدوه فأعطاه الله سبحانه وتعالى لكن قال منع أن يهلك بعضهم بعضا وتكمله لهذا الحديث ورواه البرقاني في صحيح ههوزات ذكر الحديث السابق وزاد عليه قال وإنما خاف على أمة الأئمة المضل المضلي وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثانة وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى يقول الله سبحانه يقولنا بسرعة سلم في هذا الحديث وإنما خاف على أمتي إذن لن تهلك هذه الأمة لا من عدو ولا من سنة عامة لكن قال أخاف على أمتي الأئمة المضل الأئمة المقصود بهم أئمة الدين أو أئمة حكم يظلون الناس عن دينهم هذا هو المقصد ثم قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة إذا وقع السيف بين أمة محمد فإنه لن يرفع بينهم وقع أول ما وقع في عهد عثمان رضي الله عنه فلم يرفع إلى الآن قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة حي يعني قالوا قد تكون قبيلة أو نوع من الناس أو كذا أي معناة حي أو مقصود به أي حي من المسلمين هذا قد يقصد به هذا الأمر قال من أمتي من المشركين اللحوق قد يكون اللحوق حقيقي مكاني يعني يذهب ويسكن في ديار المشركين هذا اللحوق الحقيقي واناك معنوي إلا هو يتبعهم في أفكارهم أو في دينه قال وحتى تعبد في آمن من أمتي الأوثان هذا هو الشاهد وهذا هو الدليل على هذا الباب باب أن بعض أمة محمد سوف يعبد الأوثان فقال هنا صلى الله عليه وسلم حتى تعبد في آمن من أمتي في آمن يعني الجماعات فسوف هذه الأمة سيكون منها جماعات يعبدون الأوثان قال وسيكون من أمتي كذابون ثلاثون يعني يزعمون أنه نبي خرج بعضهم ولم يخرج البعض وهذا رسول سلم حدد هذا الرقم فالرقم إذن يكون صحيح قال يزعم أنه نبي وانا خاتم النبي فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذه الطائفة المنصورة التي سوف تكون على الحق لأنه قال صلى الله عليه وسلم سيكون أئمة يضلوه وتكون هناك في آمن تعبد الأوثان وسيكون من أمتي كذابون وسوف يكون حي يتبع المشركين فالمسلم إذا سمع هذا قال لك ستكون هناك طائفة منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم طيب هل هما في مكان معين لا هل هما جنسي معين لا هل هما من علم معين يعني بعضهم يقولهم أهل الحديد لا غير صحيح هم من مختلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم يكونون على الحق يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم من خالفهم لأن الله سبحانه وتعالى معهم هذا وصلى الله وبركه على محمد وعلى آله وصحبه جميعهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر